السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة طبعا انتوا عارفين انا هيسن مرسي ودي قناتنا كوينات برو قناة اعلانية بتعلن عن كل المواقع الربحية اللي بنحاول نوصلها لكم وتكون حقيقية وكمان تكون مربحة بعض الاعلانات بتكون مدفوعة زي ما انتوا عارفين وبعضها بيكون لا ولكن في الفيديو بتاعنا النهاردة انت ممكن تكون شوفته الموقع ده قبل كده او بشكل مختلف نوعا ما ورفيش انفيستمنت طبعا هو نجاح من شركة كوينات برو بمعنى ان شركتنا باعت لشخص معين شخص عربي حاب يبدأ مشروعه مشروع الربحي هو لديه مشروع على ارض الواقع شخص عربي مسلم زي زيك وده يعني اسلام او مسيحية ولكن في الاخر هو يتحدث اللغة العربية وهذا الشخص حاول يعمل حاجة جميلة حاول يعمل حاجة صح فجلنا ولنا يا فريق كوينات برو انا عايز اعمل موقع ربحي وعايز اجرب نفسي انا راجل بعرف اتداول لدي خبرة في المجال وليس خبرة كبيرة ولكن لدي خبرة لدي مشروع على ارض الواقع بقدر اربح منه وعايز اعمل حاجة لي وللاخوة العرب تكون في المحدود وتكون كمان في الريسك المعقول ف ايه رايكو تعملولي موقع تمام فسألنا وقال لنا يا فريقنا يعني كوينات برو ترجحولي ايه ترجحولي افكار ايه فاحنا قلنا له اوكي احنا عندنا دومين شغال كويس جدا في ترتيب اليكسا في السبايس كامر في ايه مشهور وكمان معروف عند العرب نوعا ما لذلك واسمه محترف كمان ف ايه ليه لا هو عجبه الاخ محمد الفكرة فاشترى الدومين وبدأنا نعمله ايه برمجة لهذا الموقع تمام فنبزة صغيرة عنه هو شخص يعيش في انجلترا ايه اصلي مغربي ايه يتحدث اللغة العربية فريق ايه اجنبي وعرب وده شي يسعدنا جدا انه هما ناس يعني بدأ يخشوا المجال احنا من عرب وده بش حاجة وحشة اللي احنا نساعد الناس نساعد الاخوة العرب كمان اللي هما يعرفوا ويدخلوا مجال في زي ما نشايفين هاي ريسك انفستمت وفيه خطر عليكم فانت استخدم رأس مالك اللي هو رأس مالك انت بالحرية بتاعتك كون على دراية بان اشخاص او الفريدة بيتداول يعني فيه مكسب وفيه خسارة بس ان شاء الله يعني اماننا في ربنا وفيه الفريق خير وان شاء الله كمان يعني يكونوا ناس هدهاء وهم يعني نويين يعملوا حاجة طبعا ودي حاجة كويسة واحنا كمان هنساعدوا وانا شخصيا هساعدوا هستسمر في الموقع ده ولكن لازم تعرف حاجة او لازم تعرفوا حاجة كلكم جميعا ان انا مسؤول عن نفسي وليس عن اي شخص وده مالك وتقدر تستخدمه سواء في الموقع ده او في موقع اخر او في موقع اخر بس عشان اقولك ان كلهم تقريبا زي بعض ولكن في الحالة دي انا بحاول اكون متواصل مع الشخص اللي موجود في الموقع نوعا ما طبعا ولكن لا اعرفه شخصيا ايه وكمان بنكون معه وليس ولا يعني هذا ان الموقع ممكن يفشل ولكن ليس ينصب عشان نكون ايه يعني مختلفين في الكلمة الراجل بيتعامل في التداول ووراني شغل بيتريكس هو بيشتغل بناطة بيتريكس ومناطة بولينكس وشوفته وبيفهم في التداول والفريق بتاعه بيفهم في التداول واملوف ربينا كبير اللي هو يكبر فليه لا فانا النهاردة هوريكو ويعني هشرح لكم كل حاجة في شرح كامل مكمل بس لازم تعرفوا ان ده مش موقعي اوكي عشان نكون اخذين بالنا ونكون فاهمين كل حاجة وكل حاجة واضحة زي ما نشايفين حضراتكم هنا الموقع بقاله تلات ايام وفي واحد وسبعين اكاونت ومنهم ستة اكتف يعني مستثمرين طبعا انا اخر واحد كريبت وارب ودبوزت تلتمية خمسة وسبعين دولار وتم سحبات واحد دولار اقل السحب في تمانية دولار اسفة اقل السحب في الموقع واحد دولار والاستثمار في الموقع عشرة دولار فتعالوا نشوف مع بعض طريقة العمل او الباكات طبعا ده اللي بيهمه او الاشخاص اللي بيهمها الاستثمار تقريبا يعني بدون تعب تمام فلو انت عايز لي لا انت جرب اوكي عني ذات نفسي هجرب لان طبعا افضل لنا يعني احنا عملنا له الشغل دوت الشغل ده ما كانش بالمجان طبعا كان مدفوع ولكن عشان حاجة مننا احنا لازم نستثمر كمان مع الاخ دوت لان بندعمه احنا كمان كشخص عربي وده شي بشواحش تقريبا وانتو تعتقد ان انتو متفكين معايا في هذا الشيء انا شايف ان الباكات ديت كويسة جدا هي بتديك واحد ونصف في المية يوميا لمدة 80 يوم اقل حاجة 110 دولار واكتر حاجة 100 دولار وبيشتغل خمس ايام في الاسبوع سابت وحد لا هو بيشتغل في التداول وفي فوركس كمان تمام الباكات دي بتديك واحد وثمانية في المية لمدة 80 يوم وزيما شايفين 142 في المية مية وستين في المية ومية خمسة وسبعين في المية تماما شباب يعني هنا الباكات كلها واضحة امام حضراتكم وانتم شايفين كل حاجة بشكل جميل طريقة التسجيل عادي جدا انت ممكن تكون كنت مسجل في الموقع ده بلكده او شبه الموقع ده بلكده فتستخدم ايميل جديد تستخدم يوزر نيم جديد لو قالك اللي انت مثلا الايميل ده متواجد لان احنا ممكن حد يستخدم بنفس اليوزر نيم وكلام ده فحاول تستخدم ايميل تكون خاص بك مثلا لهذا العمل او لهذا الموقع بالاخص تمام هنيجي هنا نملى البيانات طبعا هنا الاسم وجميع المعلومات اللي طبعا انتم عارفين هنا الاسم طبعا هنا اليوزر نيم الخاص بك وهنا الباسورد الخاص بك وبعد كده هنعيد الباسورد تاني ونكتب هنا الايميل وتعيد الايميل والسؤال بتاعك السري والاجابة السرية جميلة شباب جميل يبقى الحد كده احنا متفاهمين وفاهمين بعد كده بتكتب رقم التليفون وهو ليس قانونيا ولكن اذا حالت هو الموقع حاب يتواصل معاك هنا بتكتب حساب البرفكت من الخاص بك البيتكوين الخاص بك اللايتكوين الديكوين الديكوين وتقدر تستسمر في الموقع من خلال رابط احالة او مش من خلال رابط احالة اسم الموقع بروفينشن انفستيمنت طبعا انتو شايفين الاسمه مع حضرتكم بعد ما انت بتسجل بيجي لك رسالة بيقول لك اللي هو طبعا هنا كونجاتوليشن وبرجاء مراجعة الايميل الخاص بك عشان هيجي لك رسالة ترحيبية بعد كده بتخش على الايميل بنفتح الايميل الخاص بينا بنلاقي الكمفيرم الريجستريشن يعني تأكيد التفعيل بتاع الموقع بيقول لك اهلا بيك سانكس فور يور اوكي اكسبتين ريجستريشن وتدوس على اللينك دوت علشان يفعلك الموقع وتبدأ تشتغل بشكل جديد بشكل جميل جميل بيقول لك هنا ان هنا كل حاجة تم تفعيلها اوكي انت كده تمام في السليم هنبدأ نخش عادي جدا للموقع ونشتغل على الموقع بشكل عادي جدا ونشوفه من الداخل عامل ازاي بعد ما دخلنا على الموقع عادي جدا بتكتب اليوزر نيم والباسورد وبتحل الكود الكاباتش الموجود عبارة عن ارقام او 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 بتلاقي شكل الصفحة الرئاسية بشكل بشكلها الجميل زي ما شايفين اهم حاجة ده رابط لحالة بتاعكم وهنا يعني اخبركم ايه دفعتم بالهم كم يوم الموقع بالهم كم يوم ونلاين وكل المعلومات عن الموقع وفي الجنب دوت هتلاقي المعلومات اللي انت راح تفيدك وهنا معلومات اخرى هنشوفها دلوقتي بطريقة سريعة مثلا في هادة اكاونت لو انت حابب هنا تعمل تحط بمعلومات او في الحالة دي بنك البيير او بنك او محفظة البيتكوين او يعني لو انت حابب تحطهم في الوقت تاني بشوات التسجيل هنا البرومو ماتيريال وهو عبارة عن البنار اللي انت ده تستخدمه لجلب الاحالات بتاعتك زي ما انت شايفين هنا هم عاملين شغل بصراحة كويس جدا 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 وهنا كمان الديبوزيت والوزدراو هستوري اوكي طبعا ما ننساش لو احنا لوحنا نشوفنا البي دي اف بتاعهم هنلاقي الانجليش بي دي اف هنا هو تعال احنا ملناش في الانجليش تعال نخش على العربي بتلاقي هنا كل حاجة مكتوبة تعال نشوف تقدر تستخدم او ترى البي دي اف الخاص بهم هم ناس بتشتغل كويس جدا انا شايفهم يعني بصراحة يعني شغالين كويس طبعا هو عرض زي ما انت شايفين هنا مكتوب سمن العدوية 10 دولار ولكن في العدوية الاولى ما فيش اي يعني في الباكة الاولى ما فيش اي عدوية انما في الباكات الاخرى في عدوية 10 دولار وده هنروح نتكلم عليه او هنشرحه دلوقتي هنا الشركة مسجلة في انجلترا الممثلين لو انت عايز تشتغل معهم او تمثلهم في الموقع بتاعهم وكمان هنا الساببورت بروفيشنا انفستيمين طبعا الساببورت والعنوان بتاعهم في انجلترا جميل جميل فانا شايف اللي هم يعني بصراحة عاملين شغل كويس جدا حتى لو انت جربت ب10 دولار دي حاجة بتاعتك تمام تاني حاجة هنا عندهم التو فاكتور اوتينتيكاتور عشان تأكد او تأمن نفسك من الموقع او من النظب في حالة النظب جميل جميل بعد كده زي ما نشايفين احنا هنا شوفنا فاك حالات انفستيمين بلان وهنا اباوت اس لو انت عايز وهي هنا تخش على الاكاونت بتاعك بتلاقي هنا كل حاجة ميكا دبوزيت بيوريك هنا الباكات تقدر تستخدم الالة الحاسبة الخاصة بهم وتشوف الباكات وكتبها لك برا طبعا انت هتربح كام وكل شيء احنا قولناها قبل كده تمام دلوقتي احنا مثلا يعني عشان نشوف طريقة الاداع هنقول احنا نستخدم انا كالتجة نفسي انا هيسم راح استخدم او هستثمر 25 دولار في هذا الموقع من خلال بنك الباير لتجربة الموقع كمان ونشوف الارباح طبعا ونشوف الموقع اخباره ايه وهنرجع معاكم كل شيء ان شاء الله لو قدرنا في فيديو تاني بس انسان تعرفوا ان ده فيديو اعلامي اوكي يعني احنا بنعلن عن الموقع ولكن بنعلنه بكل صراحة وكل وضوح لجميع عدنة تمام عشان تختار الباكة مثلا تختار من ان هوت ازا ندوس على النقطة اللي هي جنب البرونز او السيلفر او غيرها الجولد وانت استخدم عقليتك او فكرك انت تقدر تستخدم الدين واحد ونصف المية يوميا لمدة 80 يوم اوكي انا احط هنا 25 دولار في الحالة ديت ورح استخدم بنك الباير وهو الاسبيند اوكي هنا بيقول لك يعني ايه اللي هيحصل معاك او هتاخد كام وهتدفع كام والكلام ده هتدفع 25 لمدة 80 في اليوم وتاخد واحد ونصف المية يوميا معادة السابت والحد فانت احسبها بطريقتك انت الخاص بعد كده بتعمل بروشيس وتكمل عشان يدخلك على الباير بيقول لك اوكي عايز يدفع بالباير سواء يو سي دي روبل يورو بيتكوين او ادف كاش باليو سي دي او جميع الحاجة طبعا في الحالة دي ان ادفع بالباير يو سي دي او ج من دي سي دي يعني بالدولار واخش هيحولني على الباير تلقائيا اوكي هنكتب هنا الكود ونخش على الباير بهذا الطريقة قالك ايه هتدفع كذا يا استاذ هيسم ايو هدفع كذا نعمل confirm قالك اوكي انت دلوقتي بورفيشنز انفستمينت ادفعت او ورجعك على الموقع وقالك ايه يو هاو ريسيف نرجع الى الكون ثاني ونشوف اخبارنا ايه هنلاقي هنا اللي احنا عندنا خمسة وعشرين دولار داخل الموقع اكتف ديبوزيت يعني احنا كده دلوقتي اكتف بدون اي مشاكل خالص تمام تعال نراجع هنا طبعا وازدراو انا مقدرش احب اي حاجة عشان عنديش اي بير يعني تكفي لا نعمل بس نست هنا وهوم داخل على البيير بتاعي وهاختار الرقم البيير وهوم حاطة رقم البيير ده يكون في فيديو تاني ان شاء الله تمام تعال نشوف اوبرايشن هستوري اوبرايشن هستوري بتاعتي زي ما انت شايفين 25 دولار تم ايضاها ديبوزيت وكل شيء تمام تمام ايه تاني ده نشوفه افتليت اكاون سيتنج هنا اكتف ديبوزيت يعني انت هنا عندك كل حاجة طبعا علشان انت لو انت مسلا عايز تكون معاك فلوس وعايز تعمل استثمار او عادة استثمار كل ما عليك اللي انت بتختار الباكة هنا كل حاجة واضح امام حضرتكم على ما اعتقد زي ما ان شايفين ده الباكة بتاعتي اللي انا استثمارت فيها امام حضرتكم دلوقتي واحد ونص في المية مبلغ كذا ودبعت 25 دولار فكل شيء امام حضرتكم واضح مية في المية تمام تقدر تستخدم اي باكة تانية لو انت عايز او الكلام ده ولكن هذا الاستثمار بتاعي وبهذا الشكل اكون شرحت ليكم الموقع كيفية الاستثمار كيفية العمل عليه وكيفية ليه ده طبعا السحب وزي ما نقولت لكم واحد دولار تقدر تسحب منه واثبته حد ما بيشتغلش الموقع وعادة تاني ان الموقع ده مش بتاعنا احنا بنعمل اعلان لي ولكن في نفس الوقت استثمارنا في الموقع اوكي يا شباب عشان بس ايه انتو تبقوا فاهمين عشان احنا عارفين الكومنتات اللي الناس بتعملها وبتقولها او بتفكر غلط او 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 كل ساون طيبين رمضان كريم وان شاء الله داخلين على رمضان داخلين على شهر يعني شهر كويس شهر ربنا بيحبنا كلنا فندعوكم اللي انتو تصوموا وبلاش من شغل الخنتريش بتاع الناس دي كلها احنا حبينا نوصل لكم معلومة وحبينا نفيدكم بنوعا ما عشانه ما في نكون يعني لو مولناش احنا يعني جميع المعلومات دي شخص ستاني هيطلع ويقول هلكو ممكن بمعلومة خطأ بمعلومة مختلفة ولكن انت كل ما عليك انت داد تخش على صفحة الفيسبوك بتاعت الفريق وتتحدث معاهم وتقول له اخبار الموقع ايه انت بتدفعوا ولا لا طب انتو بتوصلوا ازاي طب ربحك ايه الكلام ده كله وانا اعتقد ان الفريق رح يتوصل معاكم بشكل جيد جدا وهيؤدي كل المعلومات ده برضو هتكون حاجة كويسة للناس اللي حابة تستثمر ولكن 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 تحمل مسؤولية رأسي ما لك انت تمام ما تجيش تقول لي في يوم الايام الموقع افل الموقع ما ربحتش منه التداول ما بيربحش الكلام ده كله احنا مش عايزين او انا غير مسؤول عن هذا الموضوع باي طريقة او باي شكل انا بستثمر في مالي انا الخاص انا بعمل اللي انا عايزه وبادي لك الفكرة يارب تكون استفاد وانتظركم ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته